معانا الأستاذ محمد من نومياط أستاذ محمد إزيك يا شيخنا الحمد لله الله يملك لك بقول لك حضرتك أنا عندي مشكلة مميش عارف حلها خالص إن شاء الله مراطي إن شاء الله إن شاء الله يبقى لحل إن شاء الله تفضل يا رب يا شيخ يا شيخنا أنا مراطي ضربت ابني وهو عنده سنتين فضربتها على كتسها تمام مسجت سلك الكهرابة وقامت قصار تمام اتصلت بنانيتها وامها وقامت تاني يوم أخدوها ومش هم وبعدتول هم ناس وشيوخ وكل اللي يفتوا على بالك في هات الوقت مش عارف أصلحك ولا أعمل أي حاجة من يوم خمسة بالسبعة لما للوقت تعامل إيشي يعني إنت من يوم خمسة السبعة اللي فات أيو الله يا شيخ طيب وإنت ضربتها ضربتها على كتفاها وهي ضربت الولا عشان يعني إنت ضربتها على كتفاها بس ولا ضربتها يعني طبعا الضرب عندي الضرب عندي كل أشكال الضرب والعنف ده تحرام لكن خليني أقولك خليني بس أقولك طب اسمعني بس يا حاجة محمد ما هو الطريقة دي تعالى نهدى الأول الطريقة دي مش هتحل المشاكل عارف ليه لأن فكرة الشحتفة في بعض الأحيين هي عايزة تشوف أسليهية كده ضرب وبعدين شحتفة طب يحصل إيه بقى؟ يحصل لدى المرأة أشعور بإني إيه ده؟ وأنا زوجي مش مضطرب ولا إيه؟ فأنت لازم تهدى الأول وتتزين وتعمل إيه بقى؟ تدخل الوسطاء الصالحين طب إذا ما كانتش أنت دخلت كل الوسطاء إيه اللي حاصل؟ الخبراء بقى؟ يعني مثلا نفترض أن أنت عتبعت الكلام اللي أنا أقوله دوت لزوجتك بس بنت الحلال أن أنت تجدي شخص بيحبك أفضل مليون مرة من أنك أنت تحسي أني كرمتك تجرحت وانتهت القضية وعودي معاه وإذا كان هو بيتعدى وإذا كان هو عمل حاجة غلط نجلس مجلس فيه خبراء عشان نشيل الألام والأوجاع دي لكن إذا كان هو غلط عشان هو نفعل فأنت ما تستمريش في الغلط زيه أنت لازم تكوني حكيمة عارفة ليه؟ أن أنت عندك أولاد معنى أن أنت عندك أولاد ما بيكونش الحساب بس ده هو أزاني مش معنى كده أن أنا ببرره أزيته أبدا أن أنا قلت أن الضرب عند حرام لكن أنا بقولك اللي ينصلح بي حالك لازم تكوني حكيمة ولازمي بي عندك نضوك وإياكي حد يملودانك ويخليكي ترمي ابنك وترمي بيتك وترمي حد زي ما هو واضح بيحبك كل ده يمكن ينصلح إذا حد عنف مراته ممكن يرجع الأمر ويتصلح طبعا خبريتي بتقولي ياما ده وياما أن المواقف الصعبة دي بتعمل تحول في الحياة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي فيحصل التغيير فالحياة بعد كده تبقى هنية وسعيدة روح الخبرة ومركز الإشهاد الزواجي بدر الإفتاح المصرية مفتوح عشان بنتعامل مع هذه الحالات لو أنت عايزة فعلا تكوني طائعة لله فكري كويس والأذى اللي حصل لك ناخد من الإجراءات ما يمنع النداية يتكرر من الأذى مرة تانية ربنا يهديكم وإن شاء الله يصلح ما بينكم وإن شاء الله يسعدكم